جنوح السفينة ايفر جيفا في قناة سويس انه في يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من مارس الفين وواحد وعشرين بسبب سوء الاحوال الجوية مما ادى الى نعدام الرؤية وفقدان القدرة على توجيه السفينة مما ادى الى جنوحها في قناة سويس وقد بذلت الدولة المصريات جهودها في اعادة تعويم سفينة في اقل وقت ممكن من اعمال التكريك بمحيط السفينة بواسطة كراكتين من كراكات الهيئة وهم الكراكة مشهور والكراكة العاشر من رمضان كما ازلت الرمال عند مقدمة السفينة من خلال اربعة حفارات ارضيات كما استعانت هيئة قناة سويس بتسعى قاطرة لتعويم السفينة مع بدء اعمال التكريك بواسطة الكراكتين حول مكان جنوح السفينة ايفر جيف يبلغ طولها اربعمائة مترا التي تعد اطوال من اربع ملاعب كرة قدم وعرضها تسع وخمسين مترا فيما تبلغ حمولتها الاجمالية حول مائتين وثلاث وثلاثين الف طن وبعد ستة ايام من السباق المحموم لتعويم السفينة ايفر جيفان التي جنحت في قناة سويس مسببة ازمة عالميات في واحدة من اهم الممارات المائية في العالم حيث اظهرت الازمة اهمية قناة سويس التي تمثل اقصر الطريق يربط بين الشرق والغرب لذلك استخدمت الحكومة المصريات طاقتها القصوى في محاولاتها لتعويم السفينة لاعادة افتتاح قناة سويس امام حركة التجارة العالمية كما تعمل الدولة عليهم زيادة عمق حجم القناة وذلك لملائمة الاحجام الكبيرة من السفن المختلفة وبعد نجاح المصريون في تعويم سفينة قام الرئيس عبدان فتح السيسي بزيارة هيئة سويس يدو مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالاسماعيلية واثنى رئيس السيسي علي النجاح المصريين في انهاء ازمة السفينة وقال رئيس المصري في تغريدات على تويتور نجح المصريون اليوم في انهاء ازمة السفينة الجائحة في قناة سويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي احط بهذه العملية من كل جانب وبإعادة الامور لمسارها الطبيعية بأيد مصرية يطمئن العالم اجمع على بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحة المحورية وتابع الرئيس السيسي اتوجه بشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في انهاء هذه الازمة لقد اثبت المصريون اليوم انهم على قدر المسئولية دوما وان القناة التي احفروها باجساد اجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بارواح ابائهم ستظل شاهدا ان الارادة المصريات ستمضي الى حيث يقرر المصريون وكان رئيس هيئة قناة سويس الفريق اسامة ربيع قال ان جهود تعويم سفينة الحويات العملاقة كانت مستمرة علي مدار الساعة من خلال اعمال التكريك وعمل مناورات الشد بالقاطرات في اوقات تتلائم مع المد والجزر ما توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لكل الدول والجهات الدولية التي عبرت عن دعمها لمصر وعرضت المساعدة وتحيا مصر